معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد عضو مجلس النواب عبدالخالق العزاوي أستاذ عبدالخالق أبدأ معك من الحدث الأقليمي الذي يعني بدأ صباح هذا اليوم متفاعلا باستداف ناقلتين نفط قراءتكم كسلطة تشريعية إلى خطورة مثل هذه الأحداث على الحالة العراقية حياكم الله وأهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام وأكل العام وأنتم وقناتكم والبلد وكل عراقين بخير إن شاء الله حقيقة التصعيد في الفترة الأخيرة زاد عن حد وهذه الأمور متوقعة سواء كانت مقصودة أو أن هناك مثل ما ذكرتم في التقرير طرف ثالث بما يعمل لتزهيد وتصعيد التوتر بين الإيرانيين والأمريكان والحقيقة أنا في رأي الحرب تلوح على الأبواب ويجب على أقل تقدير السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلد المنع بالشعب والبلد عن هذه الحروب التي هي خارج الحدود نعم اليوم نستبعد وندعي من الله العلي القدير أن يبعد كل المناطق وكل الأمة الإسلامية عن خطر الحرب لكن أجراس الحرب تدوق قريبا عن حدود العراق وهذه الحوادث تكررت هذه المرة الثانية لضرب بواخر المحملة بالنفط وهذه حقيقة تشير بالإشارات بالخطوط الحمراء وقد تأتي على المنطقة بالخطر الشديد لحدوث الحرب سيد عبدالخالق جنابك أشرت إلى خطورة مثل هذه الحوادث ويتفق معك الكثير من أعضاء مجلس النواب أيضا من زملائك ولكن بالمقابل لم نرى جلسة طارئة لمجلس النواب أو جلسة طارئة لمجلس الوزراء أو استضافة رئيس الوزراء لمناقشته على خطورة الأوضاع إذا ما تفاقمت لإنعكاساتها السلبية على الحالة العراقية لم نجد تفاعل من كلا الجهتين مع خطورة هذه الأحدث وإرهاصاتها طبعا الأمر في المرحلة الأولى يعني الرئيس الحكومة والحكومة طبعا نحن مراقبين لعمل الحكومة وهناك لجنة لمراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي وقد في الحقيقة لجنة الأمن الدفاع عزمت على استضافة السيد القائد العام للقوات المسلحة في مكتبه لكن بعثنا بكتابهن ولحد اليوم لم يصلنا الرد اليوم في جلسة اليوم واتفق البرلمان برئاسته على انهاء ملف وزارتين الدفاع والداخلية وهذا الأمر يخص هذا الشيء يعني العمل أمني وعسكري وأيضا عمل خارجي يخص هذه الوزارتين اتفق مجلس النواب بالإجماع على أنه إذا ما انتهت هذه الوزارات وسمي وزراء لها سوف يتم استضافة رئيس المجلس الوزراء في الفترة القادمة وأقصاها 36 هل هناك آلية اتفاق ما بين القوى السياسية على اختيار رئيسي وزيري الدفاع والداخلية لا سيما بأنه في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء يوم أمس وضع الكرة أو رمى الكرة في ملعب القوى السياسية وليس في ملعبه طبعا أغلب القوى السياسية اتفقت على عدة أسماء وتم بالفعل تقديمها إلى القادة العام للقوات المسلحة واليوم ننتظر كتابي يأتي من مكتب القادة العام بترشيح شخصية اليوم من الكتل السياسية ترشح أكثر من شخصية أربع إلى خمس شخصيات وتترك الخيار لسيد رئيس الوزراء ورئيس الحكومة باختيار شخصية تكون من ضمن الوزارة أو من صلب الوزارتين هذا أظن أنه فسح مجال لرئيس الحكومة والاختيار شخصية قريب على هذا العمل اليوم لا الكرة فيه ساحة رئيس الوزراء وليست الكتل السياسية وإذا أراد بالحقيقة أن يحسم هذا الأمر ويجب أن يحسم بالنسبة للوزارات الأمنية ووزارة التربية ووزارة العدل المفروض لا تكون كل الوزارات هو الوكيل بها وما حصل بالأيام قبل يومين أنه وكل السيد رئيس الركان الجيش واحد الضباط لإدارة ملف الوزارتين كانت الوزارات هذه تدار من قبله هو الوزير بالوكالة وهذا غلط كبير اليوم يجب أن تستكمل هذه الكابينة على اعتبار أن البلد يمر بهذه الأزمة والبلد جزء من هذه الأزمة لقرب إيران ولقرب أيضا الخطر من الحدود العراقية أستاذ عبدالخالق بالأمس فرضت واشنطن عقوبات على شركات مالية بتهمة ارتباطاتها المالية بالحرس الثوري وبالنتيجة ألا يخشى على العراق من عقوبات أمريكية نظرا للكشف عن شبكة شركات متورطة بتعاملات مالية مع الحرس الثوري الإيران هذا ما نخشى حقيقة أنه ينفذ وتطبق العقوبات الأمريكية على البلد طبعا التعاونات مع الجانب الإيراني كبيرة جدا سواء كانت اقتصادية سواء كانت أمنية سواء كانت في كل مجالات إيران داخلها ما شاء الله بالبلد على ما يقولون العرب عرض وطول اليوم خطوط الكهرباء من إيران خطوط الغاز من إيران نخشى أنه تنفذ العقوبات ويشمل العراق إذا ما ذهبت الحكومة بمنع عن البلد ومنع تدفع عن الشعب وعن البلد وهذا الخطر طبعا هناك خشية من احتمال أنه تطبق العقوبات الأمريكية على البلد واليوم البلد لا يحتاج إلى عقوبات إضافية ما شاء الله هي العقوبات على البلد متزامنة منذ 2003 بالغاية اليوم شكرا جزيلا عبدالخالق العزاوي عضو مجلس النواب كنت معنا عبر الأقبار الصناعية من بغداد شكرا جزيلا عبدالخال القزر في مناسب Yukari